قال الرئيس الأنجولية جواو لورنسو أنه ناقش مع الرئيس السيسي سبول دعم التعاون بين مصر وأنجولا في مجال الأمن المعلوماتي وصناعة الدواء والزراعة والدواجن أكد لورنسو أن بلاده تتطلع للتعاون مع مصري في مجال مياه الشرب والمرافق والبنى التحتية تبادلنا الحديث أنا ورئيس المصري حول العلاقات المصير الأنجولية ومجالات التعاون المشترك وحددنا بعض المجالات التعاون خاصة في مجال السراعة وطيبات الدواجن والسياحة وصناعة الدواء ومجال صناعة الدفاع ومجال الأمن المعلوماتي هذه بعض من المجالات التعاون المشترك وسنعمل على تعزيز التعاون في هذه المجالات وكذلك في مجال المياه الشرب وفي مجال المغفق العامة والبنية التحتية ترجمة نانسي قنقر